في هذا الفيديو راح أشرح استخدام Language Tools في Word في البداية للتعديل على أي خطأ إملائي نلاحظ الخطأ الإملائي تحت خط أحمر بالright click نضغط ثم نعدل من الخيارات الموجودة عندما يكون حجم مستند كبير من الأفضل استخدام مراجعة ثم تدقيق إملائي ونحوي سيمر المدقق على جميع الأخطاء الإملائية ويعطين اقتراحات تغيير في حال رغبتي في التغيير تغيير الكل عندما يتكرر الخطأ أكثر من مكان تجاهل عندما تكون الكلمة صحيحة لكن الكمبيوتر اعتبرها خاطئة في هذا الكلمة مثلا تغيير influence تغيير عندما ينتهي من التدقيق على كامل المستند سوف يضع الرسالة اختار موافق استخدام قاموس المترادفات أو thesaurus نضغط على الكلمة المرؤية المترادفات لها مثلا influence ثم نضغط على right click مترادفات سوف تظهر قائمة محدودة قاموس المترادفات يظهر عدد أكثر من المترادفات ينبغي التأكيد هنا أن اختيار المترادف لا بد أن يتناسب مع الكنتكست أو محتوى النص مثلا في هذا الحالة influence ممكن تأتي بمعنى effect أو impact اختار ادراج فتتغير الكلمة لترجمة كلمة معينة اضغط بالright click للكلمة impact مثلا واختار ترجمة سوف يظهر ترجمة مقترحة للكلمة طبعا بإمكاني اختيار اللغة الأصلية اللغة الهدف وهذه ترجمة الكلمة لترجمة paragraph كامل أو فقرة كاملة أضلل للparagraph بالright click أختار ترجمة فتظهر لي ترجمة الفقرة كاملة أيضا لابد من التنويه أن الترجمة الآلية ليست دقيقة 100% مثل ما نلاحظ هنا ممكن عمل نسخ ووضع الترجمة ومن ثم مراجعتها أو ما يسمى عملية post editing التأكد من سلامتها شكرا لكم